اي بس عدكم زهد بالمنصب مثل سيد مقتدى ما عدكم زهد بالمنصب لا احنا عدنا احنا نؤمن بالمشاركة مرد نقص الاخرين فراح نتفاهم ما عدنا مشكلة يعني احنا نؤمن بالمشاركة مع الاخرين هذا البلد لا يستطيع ان يدار من جهة واحدة هذا البلد يجب ان يدار بالمشاركة ليش العصائب كانت راسي الحربة بالخصومة معه مع التحالف الثلاثي يا ليش لا كثير من الاخوة شيك قيس يطلع كثيرا مواقعكم نوابكم كلكم تتصدون بشراسة يعني وكانما قضية وجود وحتى تعرف يعني اسا ما اريد نرجع لللي كانت تنشر كان الحديث دائما عن شيك قيس حتى من الصفحات المقربة من سيد مقتدى يعني هنا نشوف الثاني ما اريد ارجع اخوض بهذا الكلام على انه هاي الحمد لله الازمة جاوزناها ان شاء الله خذنا من عدد دروس وعبر حتى لا تتكرر ولا نوصل الناس الى هاي المراحل اللي وصلت بس كانت هناك اشارات واضحة بالاقصاء فقط عصائب لا مو عصائب انا ما رد اقول حتى اخذ اقول احنا جسمة يعني بس فقط العصائب صارت ابو سيد الهلالي وتاخذ الجسمة بس اقول الى انه العصائب كانت لديها القدرة والجرأة وان تكون في ان تتصدى لمثل هكذا امور نعم احنا نمتلك هاي القوة نمتلك قوة القلب ونمتلك الشجاعة بان نتكلم بما نؤمن بيه صراحة منخفي هذا جوز خلانا انه انتم تعتقدون انه اكوسانة عملية تصدي واضحة من العصر اشتركوا في القناة